بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنكمل مع حضراتكم بسلسلة الفيديوهات عن توعية أهم شيء يهم الرجال على مستوى الكرة الأرضية ألا وهي مشاكل للبرستطة هنتكلم إن شاء الله رب العالمين قلنا عن الأعراض الناتجة عن المضعفات أنا حصل لمضعفات أعرف أن دي مضعفات إزاي يعني إحنا كنا بنتكلم عن التهابات دلوقتي عاد في مضعفات للي بتاع إفراز البرستطة للسموم الداخلية يا الله إفراز البرستطة للسموم الداخلية والتي تصل إلى الدم وتستقر هذه السموم في معظم الوقت في المفاصل البرستطة أحيانا لما الأمر بيكون صعب عليها تفرز سموم وتمشي مع الدم تلف مع الدورة الدموية وتأتي في المفاصل وتستقر يقدل إيه؟ أنا عندي حاجة مهمة الأعراض النفسية والعصبي الأعراض النفسية والعصبي الشعور بالاكتئاب النفسي الشديد الشعور بالاكتئاب النفسي الشديد تمام؟ دي أعراض نفسية وعصبي ممكن يصل الحال إلى الانفصام الشخصية الشيزوفرينية ركزوا الموضوع مش سهل تمام؟ أنا دلوقتي عندي حالة اكتئاب واكتئاب مزمن ممكن تؤدي إلى الشيزوفرينية انفصام الشخصية صداع شديد ومستمر صداع شديد ومستمر صداع شديد ومستمر دوخة حال الدوران يحصل ايه؟ عدم اتزان للجسم همدان تحسن جسمك همدان وايه؟ مش قادر تقاوم ماشي؟ قلة القدرة الزهنية ان انا ايه؟ مش قادر اقاوم الزاكرة بتاعتي والقوة الزهنية بتاعتي طعفة جدا تمام؟ هذه الأعراض ان شاء الله بتتعالج عند الأطباء النفسيين ده مهم جدا جدا ارجو ان انتوا تفعلوا الجرس وتشتركوا بالقناة وتعملوا عجابة تمام؟ ده اهم حاجة عندي عشان يصلك كل جديد وان شاء الله هنكمل في الفيديوهات القادمة ان شاء الله رب العالمين عن العلاج وازاي نحن نسيطر على الموقف بدقة شديدة